لنقاش هذا الموضوع أحب بضيفي من تونس الصحفي والباحث السياسي السيد باسل ترجمان ومن تونس أيضا الباحث بالشأن السياسي الدكتور خالد عبايد مساء الخير مرحبا بكم أبدأ معك دكتور خالد إذن الرئيس التونسي يكلف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة في البلاد بتصورك هل ينجح الفخفاخ بما فشل فيه الجمع مساء الخير قد ينجح الفخفاخ في تشكيل هذه الحكومة بالنظر إلى أن الوقت ربما في صالحه وليس في صالح الأحزاب الموجودة في البرلمان باعتبار أن هاجس هذه الأحزاب تقريبا غالبيتها وهي الموجودة في البرلمان هو عدم الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وهذا المعطى معروف تقريبا في كل برلمانات العالم نوابها يخافون من الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة أو سابقة لأوانها لكن السؤال الذي يسأل هل أن الياس الفخفاخ قادر بحقيقة على أن يحظى بثقة عدد لا بأس به من النواب هذا أولا وثانيا هل أن الياس الفخفاخ بقادر أيضا على أن يتجاوز الإشكالات التي تطرح عليه خاصة في مسألة علاقته أو إن شاءنا نوع من الابتزاز الذي قد يحدث له مع الأحزاب فيما يخص المحاصصة الحزبية داخل حكومته المصغرة أم لا هذا نتركه لقادم الأيام وإن كنا نعتقد بأنه قد لا يتمكن من أن يتجاوز هذه المطبات حقا متفحب وحظى هذه الآخرية نتركه للمترجماتا هل تخلط محاصصة حتى الحزبية